اشتركوا في القناة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين البحث حول أسماء الله سبحانه وتعالى وهنا يأتي سؤال وقد ورد في الروايات السابقة وفي هذه الرواية التي نتلوها عليكم في هذا اليوم من كتاب الكافي الشريف وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه ليس كمثله شيء ولكن في الوقت نفسه نرى أن هناك أسماء تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق على غير الله فكيف جاز إطلاق لفظة واحدة على الله وعلى غير الله وكيف ذلك لا يكون تشبيها وقد ذكرنا فيما مضى أن صفات الله سبحانه وتعالى وصفات الناس على أقسام هناك ألفاظ لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى كالخالق لفظ الخالق لفظة خاصة بالله الرحمن لفظة الرحمن خاصة بالله سبحانه وتعالى وهناك ألفاظ لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى وهي خاصة بالمخلوقين مثل الزارع مثلا الزارع لفظة لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى وهي تطلق على الإنسان وهناك قسم ثالث الفاظ تطلق على الله وتطلق على المخلوقين مثل الواحد الواحد من صفات الله سبحانه وتعالى ويجوز أن نطلق هذه الصفة على غير الله نقول فلان واحد دهره مثلا نقول واحد اثنان ثلاثة مثلا المحسن المحسن من صفات الله سبحانه وتعالى ويجوز اطلاقه على المخلوق وهكذا الرؤوف والرحيم الرؤوف والرحيم من صفات الله سبحانه وتعالى وفي القرآن اطلقت على غير الله على الرسول صلى الله عليه وآله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم رسول الله صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم فهنا يأتي في هذا الحديث الراوي وهو الفتح ابن يزيد الجرجاني يسأل الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كيف أطلقت لفظة الواحد على الله وهذه اللفظة تطلق على غير الله ونحن نعتقد بأن الله ليس له شريك وليس له شبيه أليس هذا من التشبيه ومن التشريك هذا هو السؤال الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام طبعا هذا هو السؤال الأول وإلا الحديث فيه أسألة أخرى أيضا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هنا يبين يقول الألفاظ الأسماء ليست هي الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء دالة على مسميات وحينما نقول إن الله ليس له شريك وليس له شبيه نقصد إن ذات الله سبحانه وتعالى ليس لها شريك نقصد أن ذات الله سبحانه وتعالى ليس لها شبيه أما الإسم قد يكون هناك مشترك لفظي في اللغة العربية وفي سائر اللغات توجد ألفاظ هذه الألفاظ وضعت لمعنيين بوضعين منفصلين يعبر عنها بالاشتراك اللفظي اللافظ هو واحد لكن المعنى يختلف مثلا كلمة العين العين وضعت على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الذهب وعلى الفضة وعلى أشراف القوم نقول الأعيان يعني أشراف القوم اللفظة واحدة هي كلمة عين ولكن المعنى مختلف حينما نستعمل اللفظة الواحدة في الله وفي غير الله ككلمة الواحد اللافظ واحد لكن المعنى يختلف حينما نستعمل كلمة المحسن وهو من صفات الفعل في الله ونستعمل المحسن في غير الله سبحانه وتعالى اللافظ واحد لكن المعنى يختلف وهذا الذي أوجب الرافع الشريك والشبيه يرتبط بالمعنى لا باللافظ وقد ذكرنا فيما مضى أن الإسم ليس هو المسمى الإسم يختلف عن المسمى لذلك الأسماء الله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنة الله سبحانه وتعالى خلقها لحاجة الخلق إليها لكي يدعوه بها ولله الأسماء الحسنة وإلا في الأزل لم تكن هذه الألفاظ موجودة وإنما الله سبحانه وتعالى خلق وقد مر تفصيل ذلك لحاجة الخلق لكي ينادونه لكي ينادوه كيف ننادي الله سبحانه وتعالى عبر هذه الأسماء الحسنة التي علمنا الله إياها سبحانه وتعالى هنا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يبين فرقين بين معنى الواحد في الله ومعنى الواحد في الإنسان وفي سائر الأشياء فالمعنى يختلف الفرق الفرق الأول أن الواحد في الإنسان واحد عددي ولكن في الله سبحانه وتعالى الواحد بمعنى ما لا ثانية له حينما نقول واحد اثنان ثلاثة اربعة هذه الأشياء نصفها بالواحد بالاثنين بالثلاثة وما إلى ذلك الأول نقول له واحد وصفناه بكلمة واحد ماذا نقصد 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 الواحد العددي يعني هو داخل في عدد أشياء شبيهة إلى موجودة فهذا هو أول تلك الأشياء هذا في الواحد الذي يستعمل في المخلوقات الكتاب الأول الكتاب الثاني الكتاب الثالث حينما أعدها أقول واحد اثنان يعني هذه شبيهة فهذا أولها وهذا الثاني وذلك الثالث لكن حينما نقول الله واحد بمعنى لا ثانية له وليس الواحد العددي لم يدخل ضمن العدد لا يوجد هناك إله ثاني حتى هذا يكون واحد ذلك يكون اثنان لا لا ثانية له فاللافظ واحد لكن المعنى اختلف والمناط في نافي الشريك والشبيه هو المعنى هو المسمى هو الواقع والحقيقة لا اللافظ الذي وضعه ووضع اللغة واستعمل ذلك اللافظ في معنى وفي معنى ثاني أيضا هذا أولا وثانيا الإنسان أو أي مخلوق آخر ليس واحدا حقيقيا إنما هو واحد شخصي مركب من أجزاء هذه الأجزاء المختلفة اجتمعت شكلت الواحد الشخصي يعني أنت أنظر إلى إنسان هذا الإنسان واحد شخصي بمعنى أنه مجموعة أعضاء وأجزاء اجتمعت شكلت هذا الإنسان العين والفم والأنف والواجه والشعر والياد والرجل وسائر لأعضاء اجتمعت صار هذا الإنسان وحتى العضو الواحد العضو الواحد فيه دام ولاحم وعرق وعظم وما إلى ذلك حتى إذا ذهبت إلى أصغر الأجزاء العلم الحديث لحد الآن وصل إلى الذرة بدن الإنسان مشكل من الجسم مركب من الجسم من الذرات بدن الإنسان هو جسم جسم يعني شنو؟ يعني المادة المادة مركبة من ذرات اذهب إلى ذرة ذرة كل ذرة مركبة من ثلاثة أجزاء لها النوات وفي تلك النوات جزآن من جزئي الذرة وهناك إلكترون الذي يدور حول النوات وهذا يختلف في الأجسام في جسم يوجد في كل ذرة إلكترون واحد في بعض الأجسام اثنان في بعض الأجسام ثلاثة إلى أن يصل إلى مئة وعشرون إلى مئة وعشرين واختلاف العناصر باعتبار اختلاف الإلكترونات وإلا حقيقة الذهب وحقيقة الملح حقيقة واحدة الفرق أنه في الملح في ذراته إلكترون واحد وفي الذهب ما يقارب من مئة وعشرين إلكترون في كل ذرة كما يقوله علماء الفيزياء فإذن عندما نأتي إلى المخلوق نقول واحد بس وحدته ليست وحدة حقيقية وحدة شخصية إنه مركب من أعضاء وجوارح وأجزاء ولأجزائه أجزاء وهكذا أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى حينما نقول واحد يعني واحد حقيقي لا جزء له الله سبحانه وتعالى ليس مركبا لأن المركب كما ذكرنا فيما مضى يحتاج إلى أجزائه والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء أنا أحتاج إلى يدي إلى رجلي إلى عيني إلى الأجزاء التي أتركب منها فأنا محتاج والله سبحانه وتعالى غني فلذا ليس بمركب لكي يحتاج إلى تلك الأجزاء وأيضا برهان آخر ذكرناه فيما مضى نشير إليه بشكل مختصر أن المركب من الأجزاء متأخر رتبة عن تلك الأجزاء والله سبحانه وتعالى هو الأول لا يكون متأخرا عن شيء فلا يكون متأخرا عن أجزاء فليس له أجزاء هذا خلاصة بيان الإمام عليه الصلاة والسلام وهو يفتح بابا من أبواب التوحيد لكي نعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه وقد يتساءل البعض كيف ليس له شبيه وأسماء الله سبحانه وتعالى في القرآن مثل الرؤوف الرحيم الواحد وما إلى ذلك أطلقت على غير الله سبحانه وتعالى فهذا رحيم والله رحيم الرسول رؤوف والله رؤوف هذا واحد والله واحد الجواب كلا اللفظ واحد لكن المعنى يختلف فهذا أول صفة من صفات الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الشريف الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أن اللفظ واحد لكن الشباهة والشركة لا ترتبط بالاسم إنما ترتبط بالمعنى والمعنى في الله سبحانه وتعالى وفي المخلوقات يختلف إلى أن نصل إلى بقية مقاطع هذا الحديث في الصفات الأخرى نبدأ هذا الحديث عن الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبو الحسن عليه السلام يعني الإمام الكاظم لأنه كنية أبو الحسن في الأحاديث إذا جاءت بلافظ مطلق عن أبو الحسن أو قيدت بلافظ الأول عن أبو الحسن الأول أو عن أبو الحسن الماضي يراد بها الإمام الكاظم فإذا أرادوا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قالوا أبو الحسن الثاني وإذا أرادوا الإمام الهادي عليه السلام قالوا أبو الحسن الثالث أما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الإمام علي في الأحاديث يذكرون اسمه عن علي بن أبي طالب مثلا أو عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن أبو الحسن الإمام الكاظم قال سمعته يقول هو اللطيف الله سبحانه وتعالى الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لعله الإمام في خطبة في كلمة أو في ذكر لله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأسماء الحسن لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الإمام يذكر كلاما يرد فيه المشبهة الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه فكان كلام الإمام مفتاح للسؤال نحن بشكل مختصر نشرح هذه الأوصاف وإن كان قد مر سابقا بشكل مختصر الله اللطيف اللطيف يعني العالم بالأشياء الدقيقة يعني الله سبحانه وتعالى كما يعلم بالأشياء العظيمة العظيمة بالنسبة لنا وإلا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى جميع الأشياء باستواء العظيم وغير العظيم بالنسبة إليه سيان الله يعلم بالأشياء العظيمة ويعلم بالأشياء الدقيقة جدا الذرة وأخفى من الذرة يعلم بها وهذا من معاني اللطيف ومن معاني اللطيف البار بعباده يعني يلطف بهم البار بعباده هو اللطيف الخبير الخبير يعني العالم بالتفاصيل السميع يعني العالم بالمسموعات البصير يعني العالم بالمبصرات وليس بمعنى أن هناك أمواج صوتية تقرأ في سمعه لأن هذه صفة الممكنات معاني تختلف نحن أمواج صوتية تخرج من مصدر الصوت وتدخل في سمعنا والله سبحانه وتعالى لا يعقل أن نقول بأن هناك أمواج صوتية تدخل في ذات الله سبحانه وتعالى فالسميع في الله بمعنى العالم بالمسموعات البصير البصر فينا هو أنه النور ينطلق من مصدره فيصيب الأجسام ثم يرجع هذا النور فيدخل إلى البصر فنرى الأشياء فدخول شعاع النور في بصرنا البصير في الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى أن هناك نور يدخل في عين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم حتى يدخله شيء وإنما البصير في الله سبحانه وتعالى هو علمه بالمبصرات الواحد يعني المتفرد بالألوهية ولا ثانية له أحد يعني لا جزء له الصمد يعني السيد المقصود إليه الغني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس له مثيل ثم الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول لو كان كما يقول المشبه المشبه الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته يقولون أن الله سبحانه وتعالى له يد له رجل له عين يجلس على العرش ينزل إلى السماء الأولى وهذه الصفات التي هي صفات المخلوقات ويستدلون بالآيات المتشابهة من القرآن يد الله فوق أيديهم يقول هذه الآية أثبتت لله يد صحيح أثبتت لله يد ولكن ما هو معنى اليد هذه من الآيات المتشابهة على كل حال الذي يحتاج تفسيرها إلى مراجعة المحكمات وإلى الراسخين في العلم زين تقول إن لله يد زين شبهت الله سبحانه وتعالى بنا نحن لنا يد والله له يد يقول لا بلا كيف زين إذا صار بلا كيف يعني ليست بيد حقيقية لأن اليد الحقيقية اليد الذي في اللغة وضعت وفي العرف تستعمل هي اليد التي لها كيف يمكن يختلف أنواع الأيدي يد الإنسان عن يد الحيوان مثلا أو أيدي الحيوانات تختلف بعضها عن بعض الآخر لكن كلها يد زين فالله سبحانه وتعالى إذا له يد كهذه الأيدي فصار تشبيه إذا يد بلا كيف يعني ليست بيد حقيقية ما هي اليد التي هي ليست بيد حقيقية بل يد مجازية هي القدرة مثلا وهكذا سائر الصفات المذكورة في الآيات المتشابحة في القرآن الكريم التي تفسرها المحكمات وأحكم تلك الآيات قوله تعالى ليس كمثله شيء لو كان كما يقول المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق زين إذا الله له صفات الخلق ولماذا صار هو الخالق ونحن صرنا المخلوقين إذا صفاتك صفاتنا لماذا نحن مخلوقين وهو الخالق لماذا لم يكن بالعكس وما الذي يبطل الدعاء مثل فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى زين إذا نناقشه يقول إن الله فرعون يقول إن الله له صفات مثل صفاتي صح لولا إذا واحد مجسمة يقول صح زين لماذا هو صار الخالق وفرعون يقول أنا المخلوق ولست بخالق الدليل على إبطال الدعاء مثل فرعون من الذين يدعون الألوهية أو الدعية الألوهية لهم هو أن الخالق يختلف عن المخلوق ولذا صار الخالق وإلا لو كان شبيها للمخلوق لماذا لم يكن ذلك المخلوق هو الخالق لا العكس لو كان كما يقول المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشئ من المنشأ الخالق من المخلوق والمنشئ من المنشأ لعله الخالق بمعنى المقدر المنشئ يعني الموجد لكنه المنشئ فلأنه هو الذي أنشأ الأشياء وأوجدها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين الله أنشأ الأشياء لأنه أنشأ الأشياء فلازم يختلف عن الأشياء فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه يعني فرق بين الله الذي هو الخالق وبين الشيء الذي أوجده جسما وأعطاه صورة وخلقه قلت أجل جعلني الله فداك لكنك قلت هنا يبدأ الكلام الله سبحانه وتعالى يختلف عن المخلوقات فالسائل يقول زين أنت قلت أن الله يختلف عن المخلوقات ولذا صار هو الخالق وهي المخلوقات ولكنك أطلقت صفات على الله تلك الصفات تطلق على المخلوقات كالواحد لكنك قلت الأحد الصمد وقلت لا يشبهه شيء والله واحد والإنسان واحد هذا زين واحد اللهم واحد أليس قد تشابهت الوحدانية صار تشابه في الوحدانية قال يا فتح أحلت يعني ذكرت محالا كلامك محال لأنه خطأ في فهم الكلام وخطأ في المنهجية عندما نقول ليس له شبيه لا شريك له يعني ذات الله سبحانه وتعالى ليس لها شبيه ذات الله ليس لها شريك الواقع لا يوجد شريك لله ولا يوجد شبيه لله أما اللافظ اللافظ ليس هو الله أنت الآن ارفع قلما واكتب الله هاي الكتابة هي الله لا هذه الكتابة تشير إلى الله سبحانه وتعالى وإلا هذه الكتابة مصنوعة لك ومن سخيف القول أن بعض المجسمة هؤلاء حينما يقولون أن القرآن ليس بمخلوق زين مع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون القرآن محدث يعني الله أحدثه الله خلقه يتصورون أن القرآن ليس بمخلوق زين القرآن ليس بمخلوق زين يا قرآن ليس بمخلوق بعض المجسمة يقولون هذا القرآن المطبوع طبعا القرآن شيء لها هاي ليست بمخلوق الألفاظ التي تصدر من فمك يعني إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد هذه الألفاظ التي خرجت من فمك ليست بمخلوق على كل حال يعني وصلوا إلى هذا الحد في تسخيف العقول وإلى الشرك المبطن بالله سبحانه وتعالى يزعم أنه موحد لكنه مشرك يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه والشرك المبطن لا نكفره لأنه يتلفظ الشهادتين وكل من تلفظ الشهادتين فهو مسلم ظاهرا لكن شركه باطني لأنه في الحقيقة جسم الله وشبه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته فالإمام يقول يا فتح أحلت يعني ذكرت محالا ثبتك الله الإمام يدعو له لأنه هو جاي مستفسر الرسول يقول إني تاركن فيكم الثقلين إني تاركن فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا زيان جاي إلى الثقل الأصغر العترة يتلقى العلوم المتعلقة بالتوحيد حتى لا يضل لذا الإمام يدعو له ثبتك الله إنما التشبيه في المعاني فأما في الأسماء فهي واحدة اللافظ يطلق رؤوف يطلق على الرسول رحيم يطلق على الرسول ورؤوف ورحيم يطلق على الله سبحانه وتعالى اللافظ واحد لكن المعنى يختلف وحينما نقول لا شريك له لا شبيه له المقصود هو المسمى هو الواقع هو المعنى للافظ فأما في الأسماء فهي واحدة وهي دالة على المسمى هذه للرد من يزعم أن الإسم هو عين المسمى وقد مر سابقا الإسم يختلف عن المسمى هذا جانب جانب آخر وذلك أن الإنسان وإن قيل واحد فإنه يخبر أنه جثة واحدة وليس باثنين هذا واحد مو اثنان يعني واحد عددي أما الله سبحانه وتعالى ليس واحدا عدديا كما ذكرنا الجهة الأولى الجهة الثانية والإنسان نفسه ليس بواحد صحيح واحد شخصي بس مو واحد حقيقي مركب لأن أعضاءه مختلفة رأس ويد ورجل وما إلى ذلك وألوانه مختلفة يعني الأعراض الأعضاء مختلفة الألوان مختلفة الشعر مثلا أسود أو أبيض البشر حنطية أو سوداء أو بيضاء مثلا اللسان أحمر وهكذا ألوان مختلفة هذه أعراض الإنسان سواء في جوهره يعني في جسميته أعضاء مختلفة أو في الأعراض التي تعرض على هذه الأجسام كاللون وألوانه مختلفة ومن ألوانه مختلفة غير واحد بالوحدة الحقيقية مركب وهو أجزاء مجزئة ليست بسواء يعني الأجزاء كبيرة صغيرة الأصبع صغير أصبع متوسط أصبع كبير الإبهام وهكذا الأعضاء مختلفة دمه غير لحمه ولحمه غير دمه وعصبه غير عروقه وشعره غير بشره يعني الجلد وسواده غير بياضه وكذلك سائر جميع الخلق يعني مو فقط الإنسان جميع المخلوقات هكذا كل المخلوقات مركبة مركبة وتعرض عليها العوارض فالإنسان واحد في الإسم لا واحد في المعنى صحيح تقول واحد هذه واحدة شخصية لكنه ليست واحدة حقيقية والله جل جلاله هو واحد لا واحد غيره يعني الواحد الحقيقي فقط هو الله سبحانه وتعالى أما سائر الموجودات ليست بواحد حقيقي حتى ما يعبر عنها الفلاسفة بالجزء الذي لا يتجزأ هذا بالتوهم قابل للتجزئة وأيضا هو كجوهر لا يتجزأ إن صح هذا الكلام لكن يعرض عليه العرض فصار ذو جزئين جوهر وعرض والله جل جلاله هو واحد لا واحد غيره لا اختلاف فيه ولا تفاوت لأن الإنسان أعضاء مختلفة كما ذكرنا اليد الواحدة أصابعها مختلفة من حيث الطول من حيث العرض وكذلك بقية الأعضاء الله سبحانه وتعالى لا يصف بهذا الوصف أن نقول بأنه له أعضاء وأعضاؤه مختلفة لا اختلاف فيه ولا زيادة ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان نقول شيء زائد شيء ناقص لا فأما الإنسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر شتى غير أنه بالاجتماع شيء واحد قلت جعلت في ذاك فرجت عني فرج الله عنك لأن الأيام ما بينوا التوحيد الصحيح للإنسان حينما يذهب إليهم يتلقى التوحيد الصحيح لعلمه الذين يستنبطونه منهم للمجسمة الذين أخذوا علومهم من حب وداب ووردت عقائد اليهود في التوراة وما إليها في عقائدهم كلا خذ من المنبع الصافي هذا بالنسبة إلى القسم الأول من هذا الحديث حول كلمة الواحد بعد ذلك يسأل السائل الإمام عليه الصلاة والسلام عن معنى اللطيف الخبير وعن أشياء أخرى سنتطرق إليها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى اشتركوا في القناة